السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الحياة جميلة كما خلقها الله تعالى منحة هدية لماذا الحياة لست جميلة نحن كنا في العدم هل تعلمون ايها الاحباب الكرام نحن بني البشر اين كنا قبل خلق ادم عليه السلام كنا عدم نحن كنا تراب كنا تراب وربنا عز وجل كان يتفرد بجلل فيدي الوجود يحكي عن نفسه العليا فيقول كنت كنزا مكنونا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف لماذا خلق الله الخلق لكي يعرف ارى الغاية الاساس من هذا الوجود ارى ما اصبحنا نتحدث عنه دوما ازمة السكن وازمة التعليم وازمة الصحة وازمة الشغل وغلاء المعيشة والصراع الحزبي والتعديل الحكومي والامبريالي الخارجية والاستعمار الاجنبي والصراع بدل القضية الفلسطينية والاسرائيلية والقضايا التي شملت فكرنا وعقلنا ونسينا لماذا نحن موجودين ونسينا الاساس الاكبر لو اننا عرفناه لتوقفت الحروب وتوقف سفك الدماء وتوقف الهم والغم والامراض النفسية التي شملت اكتر من 65% من ساكنة العالم نحن ايوا الاحباب الكرام كنا عدم لم نكن موجودين اصلا كان الله وحده جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم كان يتفرد في هذا الوجود الذي خلقه فاراد ان يعرف فخلق الخلق لكي يعرف كان كنزا مكنونا ومن لي خلقنا الله عز وجل من اين من تراب امر عزرائيل ملك الموت ان يأتيه بحفنة من التراب من الارض كان ربنا قد خلق الكوكب الارضي واعده وجمله امنا الارض دار فيها التراب ودار فيها البحار والاشجار ودار فيها السهول والهضاب ودار فيها المناخ المعتدل ودار فيها الفصول الاربعة وزينها واتتهاء بحلب بنرنا الدار ربي عز وجل بنرنا الدار دارك هي الأرض كلها أنت تملك كل شيء الأرض لنا والسماء لنا والكل لنا نحن لما نتجول في الأرض البحر لي والسماء لي والأرض لي والجبال لي والغابة لي كل شيء لي الكل لنا خلقه الله لحنا ضيق نفسنا ولكن يقول لك واحد أنا مخنوق في صندوق اقتصادي أنا مخنوق في كده أنت لخنقت نفسك أخرج إلى الوجود فربنا عز وجل قد خلق هذا الوجود لك من اللي خلقنا مولانا عز وجل بهذا النعيم وأمر أمر عزرائيل أن يأتي بحفنة من تراب الأرض ربي عز وجل صنعها أحسن صنع خلق بها بشر من طين داللي السمع والبصر داللي العينين والأذنين والأنف والشفتين والأسنان والعنق ودل الأصابع والأنامل ودل الصدر ودل البطن ودل السرة ودل الركب ودل السيق ودل العمود الفقري لما صنعه الله نفخ فيه من روحه نفخ فيه من روحه نفخة ففتح عينيه وصار إنسان يسمع ويرى ويبصر ويفكر فيه جزء من الله الإنسان فيه جزء من ربه ونفخت فيه من روحه ثم بعد ذلك ربي عز وجل الخاطئة غاجت لسينا آدم غاجت في الأصل ربنا كان مبرمج بأن الإنسان سينزل إلى الأرض إني جاعل في الأرض خليفة من الانطلاقة رب يبغيذي الخليفة ثم أنزلنا إلى الأرض لكي نستمتع إحنا خلقنا فقط للمتعة فالدنيا فيها متاع ولكن متاع قليل المتاع الأكبر هو خلقه الله للدار الآخرة المتاع الحقيقي إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون شغلهم الوحيد والتمتع والدنيا خلق فيها الله تمتع قليل باش نستعد للقائه في الدار الآخرة وهي جميلة جدا الدنيا جميلة لكن الناس يضعون نظارات سوداء لما أتجول بالطرقات وبالأمك العامة شحال دي الناس كلقهم غادين بلا نظارات ولكن في الأصل راه دي نظارات سوداء وهو لا يدري كيبالي الوجود كله أسود مليك تتكلم مع الناس كل شي مقلق إن الإنسان لربه لكنود هكذا قال الله تعالى وصف الإنسان إن الإنسان لربه لكنود 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 هو لكي يعدد المصائب يقول لك أنا ما عندي ظهر أنا ما عندي حياة واشهدي دولة واشهدي نظام واشهدي حكومة واشهدي ساعة زيدة ساعة نقصة واشهد كده يبقى دائماً يعدد وما عجبش على وليده ولا الحي لك يسكن فيه وما عجبش خوته ومن لك يشفصه في المراية ما كيعجبش تعرصه مثل ما قال الحطيئة لما سب الجميع فنظر إلى المرآة فرأى وجه بشعاً وقال لي وجه هبح الله حامله وكان القلام طويل قبيح لا ينبغي أن نذكره في هذا المقام لأنه نسي بأن الوجود جميل والحياة جميلة فكن جميلاً ترى الوجود جميلة ذكرنا فقط هذه المقدمة لأن أختنا جميلة من السلة كلامها فيها تفاؤل كلامها يوحي بأنها متصالحة مع نفسها ومتصالحة مع أولادها متصالحة مع محيطها لأنها أصلاً متصالحة مع ربها رأى اللي يبغي يتصالح مع نفسه ما يبقىش يقول لنا عندي أمراض نفسية عندي وسوس قهري عندي اكتئاب حد يتصالح مع ربه أولاً وغتلقى أنك تتصالح مع نفسك اللي مخاصم مع المجتمع يتصالح مع ربه وغيتصالح مع المجتمع أي يقول لك شيء لقسم الله ذلك مبلغه من العلم ومن الإصلاح الله يجعل البركة اللي مخاصم مع العائلة ما عجبه لهم ولا بالخوت لا التصرفات تعيلت خوته ولا رجلت خوتته غادي يتصالح مع الله تعالى وغادي يقول الحمد لله الذي جمعه ووفقه بين هؤلاء وغيتبلي الحياة كلها جميلة والطعم اللي عنده غاديك فيه والرزق اللي عنده غترح في الله البركة وغيتبلي الحياة كلها جميلة جداً وحتى لو قعليش أزمة من الأزمات هذه الأزمة يقول لك هي ربما فيها سر إلهي هكذا كان يفكر أهل الله إذا جاءتهم أزمة من الأزمات أزمة صحية أزمة مادية أزمة في العمل يقول لك لعلها سر من أسرار الله أشناء هو السر؟ السر هو أن الإنسان يكون فيه صدق وذلك الصدق باش يحيد ربك يعطيه أزمة أو شدة أو مرض وهذه المعاناة هي التي تنقيه من هذا الصدق كي أقول العلماء الصالحين بحل قطعة الدهب شوف قطعة دي الدهب سرعاً تسبك أعطيه واحد قطعة دي الدهب اللي لحق بها الصدق واحد المعدن اللي هو نفيس وفيه الصدق إلا بغي يردو نقي وأطاهر وكي المع أشكي يردو نقي المعدن كيرميه في النار ويشتعر فيه النار ثم بعد ذلك يخرج صافي وكي يخرج كيل المع هكذا ربنا عز وجل إذا أرد عبد من عباده أن يستخلصه إلى نفسه كيعطيه الشدائد وكيعود سبيكة من دهب أقول له هذه الكلمة هذه أردك يسموه أهل الله إذا أردت أن تصير سبيكة من دهب حتى كل معدن فضة وكل معدن نحاس وكل معدن قصدير وكل معدن أقل من ذلك لكن أنت إذا أردت أن تكون سبيكة من دهب وكل معدن القوي هو أنك دائما تكون من الصابرين إذا أصابتك شدة وتكون من الشاكرين إذا أكرمك الله بنعمة دائما المؤمن إما شاكر وإما صابر عاجبا لأمر المؤمن وذلك كله خير إن أصابته سراء صبر وإذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته دراء صبر فهكذا هو المؤمن للا جميلك أشكره على التواصل ديالك وأسأل الله تعالى أن يحفظ ذلك الوالدين ويبرك فيهم ويطول عمرهم ويمتعهم الصحة والعافية ويحفظ ذلك جميع أفراد الأسرة وذلك الوليد أسأل الله تعالى أن يحفظه في سمعه وبصره وعقله وفؤاده وأن يجعله مرضيا مهديا من المؤمنين الطائعين السالكين المتسابقين إلى فعل الخيرات وأسأل الله أن يعم عليكم نعمه وبركاته وهذه دوما أيها الأحباب الكرام أهل الخير يقول لك نشرب شراب أهل الصفا هناك شرب شرب لهو غير غير مادي شراب أهل الصفا إذا شربه الإنسان عنده صفاء دهني وصفاء قلبي وصفاء روحي ما يحتاج إلى دواء أهل الله لا يحتاجون إلى دواء وهذه النظرية في الطب أهل الطب يقول لك الطبيب الحاضق هو الذي لا يعطيك دواء لأن أي دواء إلا وعنده عنده أعراض جانبية كذلك إما الدوخة عدم التركيز كذلك الضعف الجنسي كذلك لا دياغ كذلك البدانة كذلك الاسترخاء كل دواء له له أكيد له عوامل أخرى والطبيب الحاضق هو الذي لا يصف دواء وإما يحاول أن يعالجك بالكلام وبالحوار أهل الله هذه حرفتهم أنهم كيقول لك أشرب شراب أهل الصفا وسوف ترى العجائب ما هو شراب أهل الصفا هو ليس شرابا ماديا هو إحساس وشعور سري غريب عجيب ربنا عز وجل يعطيه لعباده المؤمنين كلما تعلقوا به وكلما صفت نفسهم وصارت ألسنتهم رطبة بذكر الله أنا داك كيلقى بأن الشدائد اللي عنده والمصائب كلها يجمعها في كلمة واحدة فتصير مجرد شفاء وعلاج ونقاء وصفاء حتى يصير كالسبيكة من ذهب ما فيها لا ألم ولا صدأ ولا أي شيء يعيب جمالها اللهم يا رب سقنا شراب أهل الصفا اللهم اجعلنا من الذين صفت نفوسهم وتنقت أرواحهم قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله